السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا إخوتي وأخواتي حياكم الله وبرك الله فيكم طبتم وطابت أيامكم وأوقاتكم سأتكلم عن مسألة الخروج على الحاكم وأرجو أرجو أن يسمع المقطع كاملا إذا ما تستطيع تسمعه كاملا فالأفضل أن لا تسمع بعضه لتفهم كلامي غلطا لأن الكلام مبني بعضه على بعض وقد تكلمت أنا سابقا عن هذه المسألة في الدروس والآن أحاول أن أعيد بطريقة أبسط ليصل الكلام إلى الناس مسألة الخروج على الحاكم بعض الناس يتكلم عنها من منطلقات بعضهم منطلقات عاطفية يعني ينظر إلى الفقر ينظر إلى الظلم قد يكون مورس عليه ظلما أو شيء فيتكلم من هذا المنطلق وبعضهم العكس أيضا منطلقاته عاطفية لكن العكس يتحقق فيه أنه رأى خيرا حص الوظيفة رأى مثلا منطقته قد بني فيها أبنية ووضع فيها مثلا ملاعب ومدارس وكذا فيقول والله هذا الحاكم جيد فيتكلم عن مسألة الخروج على الحاكم من حيث أو من هذه المنطلقات التي عنده وبعض الناس منطلقاتهم أنت تكلمت عن المنطلقات العاطفية الآن في منطلقات حزبية يعني هو ينتمي إلى جماعة ينسب نفسه إلى فرقة إلى جماعة إلى طائفة هذه الجماعة تتبنى قولا جماعة إما أنها تكره الحكام أو هي تحب الحكام فلها رأي في هذه المسألة بناء على هذا فهو يريد أن ينصر رأي فرقته رأي جماعته رأي شيخه حزبه إلى آخره وهناك من يتكلم من منطلقات شرعية يريد أن يعرف ماذا يحب الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة فلنتكلم فيه وندعو إليه ونعلمه للناس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني من هذه الفئة الكلام عن مسألة الخروج يكون من عدة أوجه أو من ثلاثة أوجه تحديدا الخروج بنفسه ما هو هل له حكم في الشريعة الحاكم المحكم الخروج الحاكم المحكم هذه الأوجوه الثلاثة الخروج بنفسه ما معنى الخروج عندما يستخدم السلف لفظة الخروج الخوارج الخروج على الحاكم ماذا يريدون بها كلمة الخروج تطلق إما على الخروج عن الطاعة يعني إنسان يقول هذا الحاكم ما أريده وكذا وقد تطلق على الخروج بالسيف أو المقاتلة يعني مقاتلة الحاكم ومن مع الحاكم إذن إما يخرج عن الطاعة أو خروج مقاتلة إذا نظرنا إلى تقريرات السلف نجد أنهم يتكلمون عن خروج المقاتلة بشكل واضح يعني إذا أطلقوا كلمة الخروج أو الخوارج يتكلمون عن الذين قاتلوا وانظروا في أبواب الفقه في كتب الحديث إذا تكلم السلف عن الخوارج ماذا يقولون ماذا يرون من حمل علينا السلاح فليس منا يقتلون أهل الإسلام ودعون أهل الأوثان إذن يتكلمون عن هذا الجانب الذين يقاتلون مع أن الخروج عن الطاعة يعني إذا كان عندك حاكم مسلم وكذا تخرج عن طاعته هذا لا يجوز في الشريعة لكن أنا أتكلم عن تقريرات السلف إذا أطلقوا كلمة خروج أو خوارج طيب الحاكم أي حاكم هو الذي يجوز الخروج عليه وأي حاكم لا يجوز الخروج عليه سؤلة أو بالأحرى قبل ذلك أن الحكام ترى بشر يعتريهم ما يعتري البشر فتجد منهم الكافر والمسلم والمنافق تجد منهم الصالح وتجد منهم الفاسد تجد منهم الذي يحب الدنيا ويحب الامتلاك ويحب نهب الأموال التي تكون تحت يديها وما شبه ذلك وتجد منهم العدل المنصف وتجد منهم الذي هو محب لدين الله وملتزم بدين الله ولكن قد يخالف في مسألة ومسألتين وثلاثة كما نخالف نحن ويخالف غيرنا هو بشر كغيري والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفهم ذلك وهو سيد من يفهم عليه الصلاة والسلام علمه شديد القوة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سترون إنكم سترون بعد أثر أيش يعني أثر يعني هذا الحاكم بيده السلطة سيستخدم هذه السلطة لمصلحته لمصلحة أقاربه يبني قصرا له يشتري لنفسه طيار سيار أثر استأثر لنفسه بمقدرات البلد إنكم سترون بعد أثر وأمورا تنكرونها غير الأثر لكن في ظلم في تقصير في أشياء ما يجوز لهذا الحاكم أن يفعلها لكنه فعلها إنكم سترون بعد أثر وأمورا تنكرونها فقالوا يا رسول الله ما تأمرنا ما الذي تأمرنا به قال أدوا لهم الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم أنا قد كلفني الله بأمور أفعلها منها يعني حقوق أؤديها لهذا الحاكم أو لهذه الحكومة أو لهذا البلد فهذه الحقوق التي أمرني الله بها علي أن أؤديها لأنها حق أنا مأمور به وهناك حقوق أمر بها ذلك الحاكم هذا أنا ليس لي سيطر عليه أنا محكم أنا ما عندي قوة ما عندي هذا الذي عند ذلك الحاكم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتيني بحق منه فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أيضا في حديث آخر قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشيرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم يعني شوف في لعنة بينك وبينه يعني بغض لماذا لأن هو ظالم وأنت بدك حقك هو ما يحبك ولا أنت تحبه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننابذهم بالسيف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وفي رواية ما قادوكم بكتاب الله لا يعني لا تخرجوا عليهم لا تقاتلوهم ما أقاموا فيكم الصلاة وفي رواية ما أقاموا فيكم أو ما أقادوكم بكتاب الله طالما أنهم يقودك بكتاب الله ما يجوز لك أن تقاتلهم وإن خالف لأن في أصل في خروج يسير عن هذا الأصل بمعنى الصلاة أنت مطلوب فيها الخشوع لكن إذا التفت قليلا بقلبك إذا سهوت أو ما شبه ذلك لا يقال إنك لم تصلي في يعني كما يقال هامش معين يمكن للإنسان أن يخطأ فيه أن يخالف فيه لا يطلب من الإنسان أن يكون كاملا لأن هذا غير ممكن الكمال غير متحقق فينا طيب إذن وفي رواية أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تخرجوا حتى تروا كفرا بواحا طيب إذن لا ما أقاموا فيكم الصلاة هل يعني أن ما تركوكم تصلون لا تخرجوا عليهم طالما أنهم تركوكم تصلون هو قال أقاموا فيكم الصلاة أقاموا فيكم الصلاة لأن أنا عن نفسي زرت كثيرا من البلاد الأوروبية ولم أجد أحدا مع أنهم لا ينتمون للإسلام أساسا لم أجد أحدا منهم يمنع الصلاة يقول المسلم لا يجوز له ويصلي في وقتنا لكن هي القضية ليس ما أذينوا لكم بالصلاة ما أقاموا فيكم الصلاة فإذا نظرت في بعض الحكام يمنعون الإنسان من صلاة الفجر أو بالأحرى تأتيه تقارير في هؤلاء الذين يصلون للفجر ويبعث دوليات تقف على الطرقات تشوف اللي جاي من صلاة الفجر ولابس بقثو إذا له لحية يأخذ إلى القسم ويحقق معه ويهدد وما بدنا نشوفه بالشكل هذا إلى آخره هؤلاء الحكام لا أظنوا أنهم يدخلون في هذه الدائرة أنهم يقيمون فينا الصلاة هؤلاء ما بدون صلاة أساسا وطبعا نحن عندما نتكلم عن هذه المسألة أو نتكلم عن الحكام أنا ما أتكلم عن حاكم هو ما بده إسلام أساسا أنا أتكلم عن حاكم الأسلم هذه الحكام عن الحاكم الأسلم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تروا كفرا بواحا في حاكم ما بده إسلام أساسا هذا الدين ما يعجبه هذا الدين ما بده يشوف أساسا هو مظاهر الدين هذا في البلد ما يريد أن يتقيد بشيء من هذا الدين هذا ليس الكلام عنه أكيد إنما الكلام عن إنسان هو مسلم هو مسلم طيب فهذا ما يتعلق بالحاكم نأتي إلى الذي يتعلق بالمحكوم الذي يريد أن يخرج على هذا الحاكم طيب فيه ناس يأتي ويقول خلاص هذا الحاكم كاثر وهذا الحاكم كذا وهذا فعل وترك وهو لا يتقيد أساسا بالحاديث التي تشترط وكفر الحاكم حتى يخرج عليه بغض النظر لكن تجد أن هذا الذي يريد خروج على الحاكم هو بنفسه لا يريد دينا يعني هو يقول لك يبرر خروجه على الحاكم بأن هذا الحاكم ما تقيد بشرع الله وهذا الحاكم ما غير مسلم ولا كافر ولا وقع بكفر ولا كذا يبرر خرجه بهذا التبرير لكن هو هذا الذي يريد أن يخرج لا يريد دينا الله أنت بدك تجيب واحد يخرج عليك أنت ما تخرج على الحاكم وبدك تجيب واحد يخرج عليك أنت أنت اللي لازم يخرج عليك لا المحكوم هذا الذي يريد أن يخرج لابد من أن يكون يريد دين الله لابد من أن يكون هو مسلم تعرفون معنى كلمة مسلم يعني فقط قال كلمة بلسانه خلاص صار مسلم ولا دخل في دين الإسلام حقيقة لا نحن نتكلم عن المسلم الذي هو مسلم ليس عن الذي نطق كلمة لا يعرف معناها ولا يتقيد بلوازمها لا هذا واحد آخر نحن لا نتكلم عنه نتكلم عن المسلم فهذا الذي يخرج ويريد أن يبرر خروجه بأن هذا الحاكم فسق أو خرج عن ملة الإسلام فلابد من أن يكون مسلما ما يروح مثل شيخ معين وجماعة معينة تقول نحن نقاتل في سبيل الديمقراطية وما بعرف هؤلاء نحن لا نتكلم عنهم لأنهم لا ينتظرون الأحكام الشرعية التي تأتي في الكتاب والسنة هم ينتظرون طريقة أخرى لهم طريقة أخرى لهم دين آخر نحن نتكلم عن المسلمين طيب إذن هذا الخارج لابد من أن يكون أولا بعد أن تتحقق الشرط في هذا الحاكم وجاز الخروج عليه لابد أن ننظر إلى هذا الخارج لماذا يريد أن يخرج ثانيا هل هو يخرج بطريقة منظمة ولا بطريقة عشوائية في الله أسقطوا ذلك الموجود طيب من عندك بديل لا قد يكون بديل كافر ممكن قد يكون علماني عادي قد يكون ديمقراطي ليش لا قد يكون مسلم سلفي وهابي إخواني أشعري أزهري كله ممكن عندنا احتمالات لا نهائية لكن فقط أنا بدي أسقط هذا الموجود ما عندي بديل أنت فعليا ما فعلت شيئا يعني واحد بيته هريم مهتري سقف مخرق جدران مكسرة قال أنا بدي أهدم هذا البيت طيب عندك بدل هذا هذا البيت شيء يعني تستطيع بنا بيت بدله لا والله أنا ما عندي تستطيع تبني خيمة بدل هذا البيت ما في عندي بخيمة طيب كيف منتك تهدمه وأنت ما عندك البديل هذه مشكلة هذه مشكلة هذه مشكلة الشيء الثاني أو الشيء الثالث صار هل أنت قادر على هدمه أم ستسقط الأحجار هذه على رأسك سيسقط هذا السقف المهتري لمعاجبك لكنه قائم موجود أنت بدك تحركه ويسقط على رأسك ويكسره يعني سلمنا الله وإياكم ويكسر رأسك بهذه الطريقة وأنت لن تسفيد شيئا يعني هو يسقط لكن أنت تسقط معه فهو ينهدم وتهدم بلدا معه عندك قدرة على إزالته عندك قدرة على مواجهته هذا أمر مهم جدا أن ينظر إليه أهل العقل قبل أن يفعله أعتذر على إطالتي في الكلام أنا لأنني غير محظر ولست في بيتي والوضع يعني أنا في وضع معين ولست في بلدي أساسا يعني بلدي التي أسكنها يعني أعاننا الله وإياكم لكن أحببت أن أقول ما عندي وأسأل الله أن يسلم بلادنا وأن يولي علينا خيارنا وأن يزيل عنا الظلم وأهل الظلم أن يبعدهم عنا وأن يلقي في قلوبهم الرعب وأي ينصر المسلمين وأي يعين المسلمين وأي يصرح حالهم وشؤونهم آمين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة